ونبقى في ميرب حيث شارك عدد من الفنانين والأدباء اليمنيين في حملة تبرع بالدم لجرح الجيش الوطني الذين أصيبوا في جبهات القتال ضد الميليشيا الإنقلابية وكذا المدنيين الذين تعرضوا لقصف الميليشيا على المناطق الآهلة بالسكان في المدينة وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة التبرع بالدم تلبية للواجب الوطني تجاه من قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير الوطن وسعادة الدولة والجمهورية من قفضة الميليشيا الإنقلابية المدعومة إيرانيا وعبر رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي عن تقديره لدور الفنانين والأدباء ومساهمتهم في هذه المبادرة مشيرا إلى أن لهذه اللفتة أهمية بالغة على معنويات أبطال الجيش الوطني الذين يقدمون التضحيات من أجل تحرير الوطن ودع دكتور القباطي الجميع إلى المساهمة في هذه المبادرة خصوصا في ظل هذه الظروف العصيبة جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء قمنا بحملة من ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين مع مجموعة من الفنانين والأدباء للتبرع بالدم نحن مع الجيش الوطني بفكرتنا ودماءنا وأرواحنا نحن نتبرع اليوم بالدم لكل من يهدر دمها الحوثي بصواريخه ويقتل الأطفال والنساء هذا هو أقل واجب أن نقدمه تجاه أبطال الجيش الوطني الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل حريتنا ترجمة نانسي قنقر